دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المجتمع الدولي للوقوف إلى جوار لبنانيين في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وتدعيتها خاصة تلك التي تستهدف المناطق المدنية أوضح المتحدث باسم الأمين العام أن أبو الغيط تشدد على أن استباحة سيادة لبنان على هذا النحو قد يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع مضيفا أن الحل الدبلوماسي ما زال ممكن وفق القرار رقم 1701 والذي أعلنت الحكومة اللبنانية أكثر من مرة التزامها به كما أكد إيمانه بقدرة اللبنانيين على الاستمساك بالسلم الأهلي والبعد عن أي تشحنات أو تنازع طائفية